إذا تفكر تهجر لألمانيا وتقذي فيها فترة كسائح فإن اليوم جايب لك طريقة تقدر تهجر بها إلى ألمانيا بدون ما تدفع دولار واحد يعني رحلتك إلى ألمانيا ومصاريفك وإيقامتك ممولة بالكامل كيفية هذا عن طريق المشاركة في مؤتمر كبير سيضم حوالي ألفين شخص من كل الجنسيات المؤتمر هذا سيقوم في مدينة ميونخ وسيكون مقدم من طرف منظمة وانيونغورل الغنية عن التاريخ المؤتمر يحكي على قضايا عالمية معاصرة وكيفيش نجد حلول لها وأيضا سيكون فيه عروض ثقافية وستتعرف على ثقافات ونس جدد المؤتمر مفتوح لكل الجنسيات مهما كان بلدك يمكنك المشاركة فيه أيضا سوى كنت تدرس أو تشتغل أو عطل عن الأعمال يمكنك المشاركة فإذا مهتم بالهجرة إلى ألمانيا مجانا وبطريقة سهلة تابع الفيديو للنهاية لأني سأقدم فيه كل المعلومات عن هذا المؤتمر وكيف تسجل فيه خطوة بخطوة اعمل لايك للفيديو كتشجي علينا وإذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد قدمه أو البأول The New New هو مؤتمر عالمي سيجمع أكثر من 2000 شاب من حوالي 190 دولار المؤتمر يهدف لخلق منصة تبادل الأفكار والحلول حول قضايا معاصرة يعني أنت ببساطة ستسافر إلى ألمانيا وتشارك في المؤتمر هذا والمؤتمر سيكون فيه مواضيع كالأتي أولا التغيير المناخي تبحثه على حلول الحفاظ على البيئة التكنولوجيا كيفية استغلال التكنولوجيا لتحقيق التنمية العدل الاجتماعي كيف نحقق المساويت التحديات الاقتصادية حول كيفية دعم الشباب في مختلف المجالات هذه مواضيع المؤتمر يعني أنت ستشارك في المؤتمر وتتحدث أو تناقش وتتعلم العنشطة أو الأشياء هذه حسنا بالنسبة للإمتيازات ستحصل على تذكر طيران من بلدك إلى ألمانيا ستحصل على الإقامة تغطيئك من الإقامة أيضا يقدموا لك خطاب دعوة رسمي حتى تقدم بي على الفيزا أيضا سيكون عندك فرصة للتعرف على ناس جدد وثقافات مختلفة وستحصل على وجبات أكل بالنسبة للشروط أو الشرط السن لازم يكون عمرك ما بين 18 إلى 30 سنة يعني 18 سنة 20 سنة 25 سنة المهم ليتجاوز 30 سنة يعني 31 سنة مع الأسف غير مؤهل للتقديم وثاني شرط تكون مهتم وعندك الرغبة في التعلم والمشاركة هذه الشروط المطلوبة منك بصفة عامة المؤتمر سيكون في 2025 يعني في العام القادم لكن آخر موعد التقديم يوم 1 ديسمبر من بعد المنظمة ستقوم بمراجعة متطالبات المتقدمين وتتواصل معهم حسنا خلونا ننتقل لعملية التقديم ستجد الموقع الرسمي للمنظمة في أول تعليق تدخل له وسيفتح لك هيكذا ستجد هنا كل المعلومات التي قدمتها لكم تنزل للأسفل حتى تسلي قسم التقديم تضغط من هنا على يقدم الآن وسيفتح لك نمرج التقديم كنت ترجمت الصفحة للغة العربية حتى الكل يفهمني لكن التقديم يكون باللغة الإنجليزية تملك كل شيء باللغة الإنجليزية حسنا سيوتيب منك وضع معلوماتك الشخصية تضع اسمك واسم العائلة والبلد المقيم فيه حاليا من بعد تضع الإيميل الخاص بك ورقم هاتفك وعنوانك الحالي والمدينة والولاي ورمز البريدي من بعد تضع بلدك يعني البلد اللي تولدت فيه ونوع الجنس وتاريخ ميلادك وجنسياتك وإذا عندك جنسية ثانية تحددها إذا لا تخليها كما هي من بعد تضغط على التالي الصفحة الثانية هنا أول شيء يقول لك تحدد المنظمة لتعمل فيها الآن أو لتدرس فيها أو لتخرجت منها إذا كنت طالب فتكتب اسم الجامعة أو المعهد لتدرس فيها حاليا والمنصب طالب إذا كنت تشتغل تكتب اسم المكان لتشتغل فيها حاليا وفي المنصب تكتب اسم الوظيفة إذا لا تشتغل ولا تدرس فتكتب آخر شيء تخرجت منه أو آخر شيء اشتغلته من بعد يطلب منك وضع سيرة ذاتية في شكل نص أو وصف فأنت جيه هنا وتكتب له سيرة ذاتية تعرفها بنفسك ودورك الحالي وإنجازاتك وتتلعاتك عبارة تكتب في سيرة ذاتية عادية لكن هنا تكتبها على شكل نص طبعا تكتبها باللغة الإنجليزية حسنا من بعد يسألك يقول لك ما هي المشكلة المعقدة التي تتنولها من خلال التفكير النظمي ولماذا أنت متحمس هذه القضايا يعني يسألك عن وجهة نظرك على موضوع التفكير النظمي وكيف يمكنك أنك تحلل هذه القضايا لو وجدتك مشكلة وكيف يمكنك التفكير في المشكلة هذه بشكل منظم أكثر وكيف يمكنك أن تحلل هذه المشكلة فأنت تضع على مثلا رأيك وأفكارك كيف يمكنك أن تستخدم التفكير هذا لتحلل القضايا التي تواجهك يعني حتى القضايا التي تواجهك في حياتك اليومية يرجى تلخيص التأثير الإيجابي الذي أحدثه عملك حتى الآن بإيجاز يرجى تضمين أحسائية التأثير حيثما أمكن يعني بالنسبة لعملك التي تشتغله في الوقت الحالي أو أي شغل أشتغلتها أو حتى إذا لم تشتغل تطوعت المهم أي حاجة في حياتك أفضت عليك وأحدثت تأثير إيجابي ما هي الحاجة أو الشيء هذا وما هو التأثير الإيجابي الذي أحدثه لك ما الذي يجعل نهجك المبني على أنظمة مبتكرة أو فريدة السؤال هذا حاب يعرف به ما هو اللي يميز طريقتك في حل المشاكل كي تستمع تفكير بالنظام يعني كيفاش تشوف المشكلة كجزء من حاجة أكبر بمعنى آخر حتى مبسط أكثر علش طريقتك فريدة ومش كيف الطرق العادية حسنا من بعد يقول لك لما أنت مهتم بالمشاركة في هذا المؤتمر وكيف تعتقد أن هذه التجربة ستساعدك مستقبلا السؤال هذا تجيب عنه بنفسك وبطريقتك الخاصة من بعد يقول لك إذا عندك حساب تواصل اجتماعي تضع رابط حسابك هنا أو عندك مودونة أو أي شيء خاص بك ممكن تترك رابط الخاص بك هنا من بعد تضغط على التالي فالصبحة هذه سيطلب منك معلومات إذاثية هل تعتبر نفسك من السكان الأصليون تضع عليه كيف سمعت عنه تضع عليه مثلا عبر موقعهم أو عن طريق قناة روفليل من بعد يقول لك كيفاش نتواصل معك عبر الهاتف أو الإيميل فأنت تضع عن طريق الإيميل أفضل من بعد تضع عليه ما هنا يعني موافق على كل شروط وأحكم البرنامج وآخر شيء تضغط عليه وسجل وهكذا أنت قدمت طلبك بشكل رسمي للمنظمة الآن بعد ما قدمت ما عليك كان انتظار رسالة منهم إذا تم قبولك إلى سوق عبر الإيميل حتى تكملوا باقي الإجراءات وفي العام القادم تسافر إلى ألمانيا وتشارك في المؤتمر فقط هناك كل شيء في فيديو اليوم حظ موافق